رأيك سبب لك مشاكل؟ أنا بشوفك على السوشيال ميديا دائما مشتبك مع الأحتاس يعني في بعض الفنانين بيبقوا ديبلوماسيين جدا وما بيطلعوش أي قراء في أي حاجات ممكن تبقى خلافية عشان يبقوا أصدقاء كل الناس حبايب كل الناس يبقوا كده حبوبين لطاف جمال ولكن صبري فواز عنده الرأي واضح ومحدد يا بيض يا سود لا مش بساني طبعا ديول سود أنا بقول رأي عادي حريص طوال الوقت إنه ما ببقاش فيه أي تجاوز قانوني أو تجاوز تجاه شخص وخلاص يعني وببقى حريص كمان على لو هتكلم في الموضوع بعارف بتكلم عن إيه يعني أفهم بتكلم عن إيه وتفاصيل وإيه غير كده مش هتكلم لأن أنا معرفش اللي بعرف فيه بقوله بوضوح وبمحبة يعني أنا ما عنديش أي نوع من العدوات لا مهنيا ولا إنسانيا خالص في الحياة نهائي يعني الحمد لله فيش أي عدوات تجاه أي شخص ولا حد ولا وبالتالي يعني ما فيش مشكلة إن أقول رأيي طالما ما فيش عدوات بنا إن أقول رأيي بمحبة طول الوقت يعني إيه اللي يمنع إن أقول كلمة ولا أقول حاجة عادي يعني طالما ما فيش تجاوز من أي نوع قلت رأيك قريب وقفت مع داليا شوي آه علشان خطر اللي حصل معها كان أوفر شوي بحقيقة يعني إيه اللي حصل تعامل معها تعامل معها زي يا سيدي لعيب ضيع بانفراد وارد يعني حتى لو المشت مش عاجبك اتعامل مع المواقف إنه لعيب ضيع انفراد مش هننفيه من الفرقة يعني خصوصا إنه قبل كده جاب جوان وعملت ده شوي حلو قبل كده آخرهم كان في بنا معاد وكانت عاملها شخصا حلوة جدا إذن هي مبسلها كويسة حتى لو فرضا شفت إنها عملت مش هدوحش ما تبقاش قاسي كده عليها عايزة رجع تاني بس لمنطقة المخرجين كنت بتقولي من شوية إنه إننا بتشكر خالد يوسف على التلت أفلام اللي وراء بعض كلمني شكرا دكان شحاتة وكف الأمر يعني لما تكلمنا في سكة المخرجين إنت ذكرت خالد يوسف ذي الاسم ويمكن ما تكلمتش عن مخرجين تانين مش معنى خالد يوسف لأ أنا حضرتك كنت بتسأليني إيه الأعمال اللي عملت الانفراجة دي فأنا ذكرت الأعمال اللي عملت الانفراجة بس اللقاء ده أنا شغلت مع مخرجين كتير حلوين جدا اللي هي الشرف شغلت مع السيد محمد ياسين والأستاذ سامح عبدالعزيز والأستاذ خالد مرعي وشغلت مع الناس كتير وإحمد خالد موسى والإحسان شغلت مع كل الناس